منذ أيام تعمل ميليشيات الحوذي والمخلوع صالح على تكثيف هجماتها على مواقع الجيش الوطني في جبهة الكدحة بمديرية المعافر حيث نتواجد الآن ميليشيات الحوذي والمخلوع صالح تمكنت بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم محدود جدا في هذه الجبهة ووصلت إلى أطراف منطقة العفير في هذه المنطقة وتقوم بعمل قصف عشوائي مكثف على القرى السكنية في هذه المنطقة ما تسبب بموقع نزوح كبيرة في أوساط المواطنين كل هذه القرى السكنية التي تشاهدونها الآن أصبحت خالية تماما من السكان الذين نزحوا خوفا من الاستهداف العشوائي الذي تقوم به ميليشيات الحوذي والمخلوع صالح التي تتمركز خلف هذه السلسلة القبلية التي تشاهدونها الآن ومن خلف هذه السلسلة القبلية تقوم بعمل قصف عشوائي على القرى السكنية في هذه المنطقة الهدف العساسي الذي تسعى إليه الميليشيات في هذه الجبهة هو الوصول إلى منطقة البيرين لإعادة حصار مدينة تعز مرة أخرى لكن قيادة الجيش الوطني استشعرت الخطر الذي يدهم هذه المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وتؤكد أنها لن تسمح للميليشيات بإعادة حصار مدينة تعز مرة أخرى وستعمل على دحر الميليشيات من هذه المنطقة التعزيزات العسكرية بدأت تتوافد إلى هذه المنطقة وبدأ الجيش رتب صفوفه مرة أخرى لاستعدادا لمعركة قد تكون خلال الساعات والأيام القادمة لدحر الميليشيات من هذه المنطقة فوازي الحمادي قناة بلقيس من جبهة الكدحة تعز اشتركوا في القناة